ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وصفيره بينه وبين خلقه أرسله بالهدى ودين الحقه ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد فأدى صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أوسيكم ونفسي أولا بتقوى الله فإن التقي آمن محفوظ أوحذركم من المعاسي فإنها مهلكة في الدنيا مخزية في الآخرة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُذِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاسٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهُمْ رَقِيبًا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنِّي قَدْ مُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَلَا بِأَكْرَمِكُمْ وَلَا بِأَخْشَاءُمْ مِنَ اللَّهِ وَلَا أَجْقَاءُمْ مِنْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء كَمَا قَالَ فِي كِسَّةِ الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْلِ مُسَى وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَدْ بَأَثَ لَكُمْ تَالُوْتَ مَلِكَهُ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِلْءُهُ وَلَمْ يُؤْتَى سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَخْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ عِبَادَ اللَّهُ أَبْجَأُ بِمَا بَجَأَ بِهِ خَلِفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثَانِيَ ثُنَيْنِ حِينَ مَا فِي الْقَارِ سَيِّدُنَا أَبُو بَكَر صَدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ حِينَ نُسِبَ خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَبُوْيِ أَخَلِيفَةً قَالَ بعد أن حَمِدَ اللَّهُ وَأَخْنَا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُكُ أَمَّا بَعْدُ أيها النَّاسِ فَإِنِّي قَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَاعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي السِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرْجِهَ عَلَيْهَ حَقُهُ إن شاء الله وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إن شاء الله لا يَدَهُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالظُلْبُ وَالَا يَدْهُ الْفَاحِشَ كَوْمِنْ حَتَّى أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءُ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهُ وَرْسُولَهُ فَإِنْ أَسَيْتُ اللَّهُ وَرْسُولَهُ فَلَا طَاعَتَ لِي عَلَيْهُ وَهَذَا هو الحق وهو قول الحق وقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فَإِنَّ سَلَاهُ الْأُمَّةِ في الجماعة إِنَّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ في جماعة والشَرُ كُلُ الشَّرُ في الفُرْقَة أَمَّا سَلَاهُ الْأُمَّةِ فَلَا يَقُونُ إِلَّا بِسَلَاهِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ أما في حق الرعي فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدل أمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعجل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعاً أسيراً ومثاله في القرآن كثير فقد قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله آقبة الأمور وقال أيضاً يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فيذلك عن سبيل الله إِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ أَمَّا فِي حَقٍ رَعِيَّةِ بِطَعَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَا طَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَأْسِيَةِ الْخَالِقِ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالٍ بَعِيدًا وقال الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَأَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولًا فَأَخَدْنَاهُ أَخْضًا وَبِيلًا وَقَالَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يَقُولَ لَهُمُ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فَهَذَا هُوَ الْحَقُ الَّذِي أَشَارَ بِهِ أَبُوْ بَكَرَ الْسَدِّيقِ اَيُهَا الْإِخْوَةِ نَعْنُ نَعِيشُ فِي أَيَّامٍ سَعْلَةٍ وَيَلزِمُنَا أَن نَتَحَلَّ بِالسَّبْرُ